مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وتمضون رمضان بصحة جيدة إذن مشاهدين قبل أن أبدأ هذا الفيديو لدي فضول للتعرف عن بلدانكم من أين تشاهدون قناة English Language؟ شاركوا معنا بلدكم إذن سوف نبدأ مشاهدين هذا الفيديو بسلسلة مئة جملة باللغة الإنجليزية سلسلة مئة جملة إذن سوف تكون لدينا سلسلة في كل فيديو سوف يكون فيه مئة جملة للتعرف على مجموعة الرمل الشائعة في اللغة الإنجليزية ولكن مشاهدين سوف يكون لديكم تحدي لسبعة أيام أسبوع لحفظ هذه الجمل أسبوع وتحدي لحفظ هذه الجمل لمن قبل التحدي أن يكتبه لنا كذلك في التعليق من أيدي بلد تشاهدون قناة English Language وهل قبلتم بالتحدي إذن سوف نبدأ هذه السلسلة على بركة الله عندما يخبرك شخص ما عن شيء وأنت تستغرب منه هل أنت تمزح معي؟ إذن هنا استخدمنا Present Continuous لماذا؟ لأن لدينا The Verb To Be قمنا بتصريفه ل Simple Present نقول I am You are إذن في صيغة السؤال نبدأ بالAuxiliary أي Are You ثم Kidding أضفنا لل-ing يعني نتحدث عن المدارع المستمر Present Continuous Are You kidding me? Are You kidding me? Are You kidding me? I'll never forget you I'll never forget you سوف لن أنساك أبدا I'll never forget you إذن لاحظتم لدينا I'll I'll هذا اختصار ل-I will I will إذن هنا استخدمنا Future Simple المستقبل البسيط عندما نستخدم I'll أو I will إذن هنا نستخدم Future إذن نقول I'll never أي أبدا I'll أي أنا سوف Never أبدا Forget أنسا You الكاف Forget you أنساك I'll never forget you I'll never forget you Your attention please Your attention please انتباه من فضلكم Your attention انتباهكم أي انتبهوا إلي Your attention Your attention please من فضلكم Your attention please Your attention please أو بصيغة أخرى نقول Please pay attention Please pay attention رجاءا رجاءا انتباه Please Please رجاءا pay attention pay attention انتباه Please pay attention You left the door open You left the door open You left the door open لقد تركت الباب مفتوح You left the door open إذن You أنت Left أي تركت هنا استخدمنا simple past الماضي البسيط لأن هذا الفعل شاذ إذن أصل الفعل هو to leave to leave ولكن لأنه شاذ أي أنه يتغير في تصريفه إلى simple past الماضي البسيط نقول left left You left أنت تركت The door الباب The door The door Open Open أي مفتوح You left the door open You left the door open I'm sorry I didn't pay attention I'm sorry I didn't pay attention أنا آسف لم أنتبه I'm sorry إذا قمت بمثال فعل شيء وتريد الاعتذار تقول I'm sorry أنا آسف I didn't pay attention لم أنتبه إذن هنا I didn't لدينا negative أي نفي نفي في simple past في الماضي البسيط didn't أو نقول I did not pay attention الجملة تأتي طويلة شيئا ما إذن نقول I didn't I didn't I didn't pay attention I didn't pay attention إذن قمنا باختصار لأن وتي I didn't pay attention أي أنني لم أنتبه I'm sorry I didn't pay attention That's all right 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 لعلك That's all right Can I ask you a question? هل يمكنني أن أسألك؟ هل يمكنني أن أسألك؟ نعم، تفضل نقول كذلك أي إلى الأمام هيا، قم بذلك هل يمكنني أن أسألك؟ لماذا تنظر إلي؟ لماذا؟ كذلك هنا استخدمنا present continuous لماذا؟ لأن لدينا the verb to be هنا وال-ing في نهاية الفعل الأساسي إذن present continuous في صيغته دائما نستخدم the verb to be كفعل مساعد إذن why are you؟ لأن لدينا صيغة السؤال نبدأ بالaugلري ثم الضمير إذن why are you looking؟ أضفنا لها ال-ing to look looking at me إلي why are you looking at me؟ why are you staring at me؟ لماذا تحدق بي؟ why are you staring at me؟ كذلك هنا why لماذا are you staring at me إذن staring أي تحذق why are you staring at me؟ I have seen you somewhere لقد رأيتك في مكان ما I have seen you إذن هنا استخدمنا present perfect المضارع التامة لماذا؟ لأن هذا الحدث وقع في الماضي وبقي آثاره إلى المستقبل ولدينا في صيغة present perfect the verb to have كفعل مساعد auxiliary verb ثم the verb to see قمنا بتصريفه إلى past participle وفي تصريفه إلى past participle نقول seen seen see saw seen I have seen you somewhere في مكان ما I have seen you somewhere لقد رأيتك في مكان ما Are you joking Are you joking هل أنت تمزح Are you joking إذن دائما في صيغة السؤال لاحظتم دائما auxiliary verb يكون في بداية السؤال Are you joking إذن joke أي تمزح Are you joking هل أنت تمزح Are you joking I don't think so I don't think so لا أظن ذلك I don't think so I don't إذن لدينا don't the verb to do مع not أي النفي نقول I do not وباختصار نقول I don't إضافة I don't think أظن think so I don't think so أنا لا أعتقد ذلك ولا أظن ذلك I don't think so Are you sure Are you sure هل أنت متأكد Are you sure Are you sure إذن لدينا S-U-R-E تنتق sure sure لا نقول سيغ سيغ بالفرنسية بوزات سيغ هل أنت متأكد ولكن باللغة الإنتزية نقول Are you sure Are you sure هل أنت متأكد sure I'm sure I'm sure أنا متأكد I'm sure أو نقول I am sure I am sure باختصار نقول I'm sure I'm sure You have confused me with someone else You have confused me with someone else You have confused me confused أي تشابهت me with مع someone else شخص آخر someone else someone else You have confused me with someone else لقد تشابهت لك مع شخص آخر Maybe you're right Maybe you're right Maybe you're right Maybe you're right ربما أنت على سواب Maybe ربما You're أو نقول You are باختصار نقول You're أوكي Right You're right Maybe you're right ربما أنت على سواب إذن Right سواب Maybe you're right إذن مجموعة الكلمات في اللغة الإنجليزية لديها معاني مختلفة أوكي إذن حسب سياقها في الجملة هنا Right تأتي بمعنى سواب مثلا جملة أخرى تأتي بمعنى يمين أوكي إذن كل كلمة لديها مجموعة المعاني I'm sorry to disturb you I'm sorry to disturb you أنا آسف على الإزعاج I'm sorry I'm sorry أنا آسف to disturb أي على إزعاج disturb أي إزعاج you إزعاجك إذن I'm sorry to disturb you أنا آسف على إزعاجك I'm sorry to disturb you I'm sorry to disturb you I'm sorry to disturb you It's not problem at all It's not problem at all ليس هناك مشكلة أبدا It's not problem at all إذن هنا نفي باستخدام not ننفي الجملة It's أو it is It's أو it is باختصار نقول It's not problem at all It's not problem at all ليس هناك مشكلة أبدا Mistakes happens Even to super geniuses Mistakes happens Even to super geniuses الأخطاء تحدث حتى للعباقرة Mistakes Mistakes Even to super أي ممتاز Geniuses Geniuses أي العباقرة Geniuses Mistakes happens Even to super geniuses Mistakes happens Even to super geniuses We don't have much time We don't have much time ليس لدينا كثير من الوقت We don't have much time إذن we نحن Don't have ليس لدينا Don't have إذن do not have ليس لدينا Much time الكثير من الوقت Much time Much time We don't have much time Hurry up Hurry up أسرع Hurry up Hurry up أسرع Hurry up Hurry up Hurry up Hurry up Don't touch me Don't touch me لا تلمسني Don't أي النفي Do not أو don't Touch Touch أي لمسة يلمس Touch سي والأج تنتق ب Ch Touch Touch Me Don't touch me Don't touch me لا تلمسني I can't trust you anymore I can't trust you anymore لم أعد أثق بك أو لا يمكنني أن أثق بك مرة أخرى I can't I can't I can't أنا لا أستطيع I can أنا يمكنني وأستطيع I can't أو I cannot I cannot باختصار نقول I can't أنا لا يمكنني Trust Trust أثق بك أثق بك Trust You بك I can't trust you anymore I can't trust you anymore أبدا على الإطلاق Anymore He can't trust you anymore I have to go now I have to go now علي أن أذهب الآن I have to go now علي أن أذهب الآن إذن I أنا have to have to أي يجب علي have to go أذهب now الآن I have to go now I have to go now come in come in أدخل come in come in come in إذن come أي جاء يجيء come أوكي in أي preposition in أي داخل الشيء إذن come in أي أدخل come in عندما أدفنا لcome in أصبح المعنى أدخل come in come in let me help you let me help you دعني أساعدك إذن let أي دع me أي let me let me help you أساعدك help you let me help you باختصال let me نقول let me let me let me help you let me help you لا ننتقتي let me help you can I help you can I help you هل يمكنني مساعدتك can I help you can I إذن في صغة سؤال نبدأ ب can هل يمكنني can I هل يمكنني help you أساعدك أو مساعدتك can I help you can I help you yes yes of course yes of course yes of course نعم من طبيعة الحال أو بطبيعة الحال يمكنك yes of course yes نعم of course بالطبع أو من طبيعة الحال yes of course it's kind of you have a lot for me it's kind of you its kind of you have a lot for me it's kind of you it's kind of you طابة يومك عطلها سعيدة نقصد بها عطلها سعيدة نهاية أسبوع سعيدة إذن هنا نهاية الأسبوع عطلت نهاية الأسبوع أي نهاية أسبوع سعيدة عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد إذن بيرث أي ميلاد داي يوم بيرث داي بيرث داي بيرث داي بيرث داي حبي نيو ير سعيدة نيو جديد ير سعيدة حبي نيو ير happy new year نيو year happy new year that's a good idea that's a good idea that's a good idea that's a good idea هذه فكرة رائعة that's أو that is باختصار that's a good أي جيدة good ورائعة idea فكرة idea that's a good idea that's a good idea how do you feel how do you feel كيف تشعر how do you feel كيف تشعر how كيف do you feel do you feel دائما عندما نريد السؤال نبدأ بالأغلري verb ثم السبجيك ثم the verb do you feel feel أي تشعر تحس how do you feel how do you feel I feel well I feel well أنا أشعر بخير I feel well I feel أنا أشعر well بخير I feel well I feel well I feel terrible I feel terrible أشعر بإحساس فضية عندما تكون مالية تقول I feel terrible I feel terrible أنا أحس بإحساس فضية أو أحس أنني مريض I feel terrible I wanna see you I wanna see you أريد أن أراك I want to see you وباختصار نقول I wanna I wanna I wanna see you I wanna see you أريد أن أراك I wanna see you إذن بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة وهذا الفيديو أشكركم على متابعتنا وعلى مشاهدة الجميع الجمل إذن في انتظار تعليقاتكم شكراً رزيلاً لكم بالتوفيق للجميع في مسيرتكم لتعلم اللغة الإنجليزية والسلام عليكم اشتركوا في القناة